اعلنت تركيا عن اجراء تدريبات عسكرية بالذخيرة الحية في بحر ايجي ردا على ما يصفه المسؤولون الاتراك بنقل السلطات اليونانية اسلحة الى جزر قريبة من البر التركي وذكرت انقرة ان مناوراتها جاءت ردا على تسليح اليونان جزرا من زوعة السلاح في بحر ايجي وان اليونان بهذه الخطوة تخرق اتفاقية لوزان الموقع عام 1923 والتي نصت على بقاء الجزر اليونانية من زوعة السلاح تدخل الجيش التونسي لحماية المنشآت في معتمدية اسبيطلة من محافظة القصرين بالشمال الغربي للبلاد وذلك على خلفية حالة الاحتقان والغضب التي تشهدها الجهة اثر مقتل كهل داخل كشكن اثر تنفيذ قرار هدم صادر عن السلطات فيما اقال رئيس وزراء تونس وال القصرين ومعتمد اسبيطلة ومسؤولي امن على خلفية الاحتجاجات